ذكر لنا في تأصيل الأمر بعد أن استعانى بالكتاب والسنة الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله فقال لنا في الرسالة القشيرية في باب كامل عن العبودية قال فيها ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار كما نقل عن سهل بن عبد الله قوله لا يصح التعبد لأحد حتى لا يكزع من أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل كما قال أيضا إن من علامات العبودية ترك التدبير وفي كثير من الأمور نقل الكثير والكثير لكن ما استوقفنا قول ذنون المصري العبودية أن تكون أنت عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال بين هذا وذاك نتوقف نذكر الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر ما لنا من صلة للرحم في آل بيته الكرام رضي الله عنهم ثم نتوقف بالتدبر والفهم ما لنا في الصوفية وفي التصوف وفي الطرق الصوفية في طريق جديد نسلكه إلى الله من مملكة الدراوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر